قبل الجواز مش لازم أكون مغرم بالشخص اللي هرتبط بيه لكن يكفي إن أكون قاء عندي قبول لي يعني إيه معنى القبول؟ أب أنا جاء عندي قبول ليها وهي عندها قبول ليها يعني إيه؟ يعني إن ألقتي بيها ممكن تتطور وتصل إلى إن أنا أستطيع العيش معها وأنا سعيد يعني أعيش معها وأنا حبيبها وهي بتحبيني كمان إحنا بننتقل من الحب الرومانسي إلى حب العشرة وده يحصل بعد الجواز دايما لو إن إحنا مشينا مع الحب المتكامل قبل الجواز الست بتقول للراجل إنت ليه مش بتقول لي كلمة حلوة؟ وبعد الجواز بتقول له الكلام الحب مش كلام بس هو إيه الفرق؟ وهو بيقول لها أنا هفضل أقولك بحبك طول الوقت وبعد كده إيه اللي يحصل؟ ما يقول لهاش بحبك طول الوقت فالاختلاف يكون اختلاف في التعبير عن الحب الزوج فيه من التعبير عن الحب بيكون بالأفعال والأفعال دي هي مش شايفة يبقى إحنا لازم نراعي ده لازم نراعي الاختلاف ما بين قبل الجواز وبعد الزواج ولازم أعرف إيه التعبير اللي بيخلي شريك حياتي منتشي ويخليه في أقصى درجات السعادة خلينا أقول لكم حاجة مهمة جدا هتساعد الزوج والزوجة في بداية الزواج أن هم يحصلوا على الحب المتكامل إمتى أن أحصل الحب المتكامل لما الراجل يعرف إزاي يقدر يملك قلب حبيبته وإزاي يستمر في ده الزوجة أو الشخص اللي مقبل على الزوج يحب سبع صفات في الزوج يبقى هي عتحب سبع صفات في الزوج الساعي ما فيه ستة في الدنيا بتحب الراجل العاطل العاطل اللي هو إيه؟ إنه قادر يكسب وقاعد كده تخاف هي على نفسها هقول لك حاجة سعاد بتخاف على العرضها لأن هي عايزة يسعى عشان تحس بالأمان هتلاقي كل الصفات السابعة اللي موجودة اللي هتكلم عنها اللي بتحبها الستات هتلاقيها كلها بترحها ناحية الأمان تاني حاجة الحامل اللي يحميها يعني إيه اللي يحميها؟ إن تحس إنه هو ضهر محدش يقدر يقزيها وهو موجود الراعي الراعي اللي هو يعمل إيه؟ إنه تستطيع إنه تتقدم وتتحرك وهو بيرعاها يساعدها يسندها تعمل الدكتوراه وهو في ظهرها تتطور وهو كمان بيساعدها آه ده مهمة قوي ويحب كمان الحمال اللي يشيله ما يقولش أي أولا تفتكر إن الست لما نقول إن الست ساعات بتحب إن تشوف الرجل ضعيف إن انت طول الوقت تحسسها إنه ضعيف لأ هي مفيش مانع إن انت تحس إن انت ضعيف عشان ما تحسش إن انت هتتجبر عليها بس هي طول الوقت بتحبك تشيل وتتحمل عنها تتحمل تقول لها الخفيف عليك والتيل علي أنا أنا اللي أشيله كمان الست بتحب الشخص الغيور اللي يغير عليها حتى بمعنى الغيرة اللي يخير على سمعتها ويغير على اسمها ويغير على كرمتها حتى لو كانت غيرته دي معناها إنه ما يسمحش لحد من أهله يتكلم عليها كلمة وحشة الست كمان بتحب الرجل الفخور إنه هو فخور بيها إنه دايما يحسسها إنه هو الحمد لله إنه هو قدر يفوز بقلبها يحس دايما إنه هي نعمة من ربنا آخر حاجة الست كمان بتحب القائد العاقل الحكيم إنه هو يقود البيت بس مش لازم عشان يقود البيت يدوس عليها لكن يقود البيت بحكمة يتحاور معها يشاورها وكمان يحسسها إنها لها وجود في البيت في المقابل الست كمان في المقابل لازم الراجل يعرأ لازم الست تعرف انه فيه صفات اللي الراجل بيحبها في الست ولو هي الصفات دي موجودة فيها هتملك قلبه اول حاجة انه هي تكون انسانة انسانة مقدرة لظروفه يعني ايه مقدرة لظروفه حسة بظروفه حسة بيه هو الراجل لما بيلاقي ست حسة بظروفه بيطير فيها بالسماء لانه بيحس انه هو مش هيهمل ويحس انه هي مش هتقدره كمان تكون متفاهمة متفاهمة لايه متفاهمة للأعباء اللي عنده طب ايه الفرق من انه مقدرة ومتفاهمة متفاهمة ان الظرف اللي هو فيه دو هو مش قادر يتكلم فيه فتسيبه تالت حاجة ممتنة ممتنة يعني ايه تعبروا عن امتنانها واحترام تعبروا عن امتنانها طول الوقت بس مش بالطريقة المستفزة اللي بعض الناس بيطرحوها لا بتكون ممتنة بمعنى انها تقدر اللي هو بيعمله من اجل الحفاظ على حياته لان هو كمان هيمتننها زي ما احنا تكلمنا كمان تكون محترمة لايه تكون محترمة لخصوصيته ما تحسسهش ان انت ايه يعني تقعد مع مع صحابك على القهو ده شيء ده شيء في غاية السوق ده ايه يعني انت وبتكلم ممتك بتكلمها بالطريقة دي لا تحترم خصويته فيه علاقة فيه حاجات خاصة بيه ما تمتهنهاش ومن كزء من الخصوصية انه لما يتكلم عن طفولته ولتكلم عن ذكرياته ما تتفهوش وهو في نفس الوقت هو يعمل كده كمان الصفة اللي بعد كده ان هي تحبه الراجل بيحب الستة الوثقة فيه ان هي تسق فيه وتجعله محل الاحترامها ومحل تقديرها وتسق فيه ان هو هيكون سندها كمان بيحب فيه اخر صفتين الصفة اللي بعد كده وهي الصفة الستة ان هي تعبره عن حبها وتعبره عن حبها ده حتى لو كان حبها بتعبره ده امام الاخرين اخر صفة اخر صفتين أن هي تكون متقبلة لقيادته خلي بقى لكم الست دايما لما تقول للرجل أنا قبل قيادتك بيبقى فيه بقية عبارة بس لما أنت ترجع لي فيها فهي تكون متقبلة لقيادته يعني مفهوم الطاعة النبيلة مش الطاعة اللي فيها سلطة ولكن الطاعة النبيلة أن يكون فيها جزء من المشاركة ولكن هي موافقة أن لما يكون فيها أزمة هي بتترعب لما تصرف في الأزمات كتير من الستات عندها مشكلة أن في الأزمات جزء هو اللي بيخليها تحل هي الأزمات لكن هي متقبلة تكون متقبلة قيادته في الأزمات هو اللي يشيل لأن هو ده اللي بيخليه دايما حاسس بأن هي بتحترمه آخر حاجة تكون داعمة ليه تكون وقفة في ظهره السبع صفات دول اللي الراجل بيحب أن الست تكون عند الست لو حصل أن الست دي كانت بالسبع صفات دي هيحبها حب شديد اللي احنا قلنا النهاردة بيقول لنا حاجة رسالة مهمة قوي مش لازم الناس يدوبوا في بعض لكن مهم أنهم ما يندمجوا مع بعض مش لازم أن الناس يكونوا حاجة واحدة بالعكس احنا مش طالبين الزوجين يبقوا حاجة واحدة بس طالبين الزوجين أن كل واحد فيهم يشوف إيه اللي في التاني بالنسبة له قيمة إضافية أنا ما بنصحش حد يتجوز حد هو حاسس أنه هو مش قيمة إضافية ليه لازم يبقى فيه قبول وفيه قيمة اللي هيتجوز حد ما عندهش قيمة إضافية هيجي بعد شوية لما يحطه على الميزان هيحس أنه هو تحول إلى عب فكروا وحاولوا تشوفوا الصفات دي كل ما الصفات السبعة دي كانت موجودة في الزوجة أو موجودة في الخطيبة وموجودة كمان في الخاطب أنا أظن الجواز كده بيكون بيقترب من الحب من إمكانية العيش في الحب الكامل الحب الكامل ده هو اللي بيخلي الناس يوصلوا للسعادة ربنا يهنينا ويفرحنا ويسعدنا دايماً ويخلينا دايماً عارفين أن احنا مش بنعيش مع بعض بمشاعر ولكن بنعيش مع بعض بالحب الحقيقي الكامل للأركان اللي فيه توافق عقلي وتوافق قلبي وتوافق اجتماعي وتوافق كمان في المستقبل وفي صناعة السعادة يا رب جعلنا دايماً من أهل التوفيق ومن أهل البصيرة وجعلنا دايماً يا رب نعرف طريق السعادة منين ونعرف أن احنا لدينا مدد من عندك عشان نوصل للسعادة وأن السعادة دي حقيقة يوصل إليها أصحاب السعادة أصحاب البصيرة وأصحاب الحكمة والتأدير الصحيح